السلام عليكم اليوم سنقترح عليكم كيك من ثلاثة الطبقات واحد الكيك الذي يخفف الكثير بالكغامل والكوكاو رائع بمعنى الكلمة ان شاء الله إذا جربتوه سأعجبكم دعوكم معي بشوف المقادر وطريقة تحدى نبدأ بالطبقة الأولى نحتاج كأس العنبة سأعجبكم حتى المقادر بالقرام في صندوق الوصف لدي كاف من سكر سنيدة كأس إلى ربع من الزيت ثلاثة الملاعق من الكاكاو جوج بيضات جوج ساشيات من سكر الفاني أو نكهات الفاني سبعة جرام خاميرة كيموية كأس إلى ربع من الحليب وكأس إلى ربع من الماء المغلي يخصو يكون سخون طيب مغلي ضروري يكون الماء مغلي حتى الآخر لحظة من اللي نجي بنخدم به نغليه سوف نبدأ بالنواشي في هذا الكاكا و هذه الطريقة سوف نخدم الكاكا سوف نجعل كاكاو ومعلك من الشرفع سوف نخلط الكاكاو مع الدقيق مع الخاميرة الكيموية مع الفاني وصدق وصدق سوف نضيف السوائل سوف نضيف السوائل سوف نخلط ومن الأفضل يكون الكاكاو مغربة من قبل والدقيق سوف نقوم بتحديد سوائل سوف نقم بتجزيد البيض ي mulher القetta وسوف نضيف % سوف نضيف الزيت سوف نخلط جيدا ونسيق خليط يقوم نضيف الماء مغلي Lords دقيق سوف نعطي القوام لكيك المعلك في الأخير سوف نزيد ملحة ضروري من ملحة سوف نزيد الماء بشوية كأس إلى ربح لا تزيد الماء بشوية سوف نخلط حتى نحصل على القوام المطلوب بالنسبة لديكم البيض الصغير سوف نحتاجه كمية المئة المهم أن القوام سوف نحصل على هذا الشكل هذا يجب أن يكون قوام الكيك المعروف سوف نأخذ المول لديه مربيع سوف نضيفها بزبدة سوف نضيفه لكيك ونضيفه لكيك لا يأتي من الفخ ونضيفه في الفران يكون مصبباً قليلاً وضرجة حرارة متوسطة 180 يأخذ منه تقريباً 35 دقيقة يكون طيب مهم أن نضع على البل من الممكن أن نخرج من الفران يمكن أن نضع منه من داخل ونضعه حتى يبرد ونعمل يمكنك أن نضع مخلاقاً ونضعه قليلاً ونضعه ونرد لنضع الطبقة يكون مليانين نضع الكث الصغير خلطه مع القليل من الكاكاو أو ممكن أن نضع قهوة ونضع بها الكيك قليلاً ونضع الكيك تشربت مختلفة نضغي الكيمية التي تكفينيه لكيك لأنه لا يحتاج كيك لكيك ونضغيه حتى يتشرب على خاطره حتى نوجد الطبقة الثانية في الطبقة الثانية نحتاج نصف لتر من الكريمة الثائلة خدمت الكريمة التي لا يوجد السكر سوف نزيد ثلاثة المعالقة كبار من السكر التي تريد الحلوة بزايد ممكن أن نزيدها لأن الطبقة الأخرى ستكون حلوة هذا لماذا حاولت لا نضغي كيمية كبيرة للسكر السنجق ب clinicalailed بالضغان من السكر ثم نزيد جوج والبل من السكرAB جوج 21 جم어사 السكر صغيرة من السكر سوف نضيف العلب من الفلون تغامل بالنسبة للفلون خدمت بالفلون ليس لديه سكر يعني غير هذا الحجم الصغير نضربهم واحد دقيقة حتى يمتزجوا هذا المكوين لك سوف يكون عندي الطبقة الثانية واجدة سوف نضيف الكيك اللي خليته تشرب و نعود نفكركم بلي رع بارد تماما يعني بردناه و شربنا هذا الحليب مع الكاكاو سوف نضيف منه هذا الطبقة الكريمة و نقضي الوجهة جيدة و سوف ندخلها لثلاجة أو الى الكنجلاتور بلحق غير كتش الدرسة يعني انا استطيع التدخل الكنجلاتور لكي ندخل الطبقة الأخيرة و سوف تبقى عندي الطبقة مقدمة غير نحاول نفين العمليات و ندخل الجوانب يبقى و طرع انها كان ملحوم نجده مش بيينة لكي نقين كاملة من الجوانب و سوف ندخلها لثلاجة أو المجمد حتى تشدرها نحضر الطبقة الثالثة في الطبقة الأخيرة نضع مقلات و نضعها على نار و نضع كقوس من السكر و دمعة قطرت من الماء و نجعلها على نار متوسط حتى يبدو أن السكر يدوب كراميل لا نحرك بملعقة مقايتة حتى يبدو أن يدوب حتى يبدو أن السكر و نحرك فيه و نعاونه حتى يدوب و نضع مقاطع و نضع كراميل و هذا لا يوجد حبيبات السكر و نضع قصونص ماء المغلي و نضع قصونص ماء المغلي و نحاول أن يضعها أكثر و نضعها جدا و لا يتحرك نضع مقاطع حتى يدوب كراميل و نضع قصونص مخلطة مع جملية كبيرة مع القليل من القهوة السريعة الدوابن نضيفها جيدا و نضيفها على الخالط و نحرك بدون توقف حتى يكون لدي كريمات الكراميل نضيفها حتى تغلى و نزيد قليل من الملح و ملاعق كبار من الزبدة نضيفها حتى تدوب الزبدة و ترجع تغلى للمرة الثانية نضيفها في واحد البول و نجعلها تبرد ضروري نضيفها في واحد البول و تجعلها تبرد و نجعلها تبرد تماما و نضيفها نحتاج لك واحد الزفة كوكا و محمر و مقشر من طبيعة الحال نضيفها بأمام البلاستيك و نضيفها حتى يبرد تماما سوف نضيفها الكراميل من بعد ما برد أو الكريمة الكراميل من بعد ما بردت سوف نحاول نضيفها بأمام البلاستيك بأمام البلاستيك لكي تطلق قوام كريمي و كيف تشوفونا تجيب حل الشكل تعل الكراميل يعني تجيب تقيلة و كريمية في نفس الوقت سوف نضيفها هذا الكوكاو الذي يكون محمر و مقشر من طبيعة الحال الكوكاو ما تدره حتى الآخر لحدة لكي تبقوا محافظين لديك القرمشة دياله و يجيبون بنين يعني كتاكلوها كم قرمش مع ذاك الكراميل يجيبون بنين بزعف سوف نضيف الكوكاو من الكنجراتور او من تلاجة و سوف نضيف فوق منه الطبقة الأخيرة للكراميل بالنسبة للناس ليس بغير كوكاو و ممكن لا تدره ولكن صراحة يعطي مدق زويني تقدروا تدره حتى القرقاع او اللوز اللي يبغيتو غير هو الكوكاو صراحة يتوتى بشكل عجيب مع الكراميل هذا الكوكاو كله يجي لديك النكهات اللي درنا فيه يجيو رائعا حتى قد ديت او جهد طبقة الأخرى اختاريت ناخذ جنب لديهم واحد شوية ديال القليل واللوز الفيلي كان لدي ولكن طبعا الحال غير اختياري ليس ضروري بذينا نحيد الكادر نضو الغدو المساكف جنب باش ديك الكريم من اتجيو الكلية في الكادر و نحيده و يبقى عن دي الطبقة تمقدم هذا هذا الشكل كيف تشوفوه تقدروا تقدموه هكا كما هو او تقطعوه مربعات عدد تقدموه من طبيعة الحال ضروري ما نقطعوه معكم باش تشوفو الشكل كيف يجي من الداخل وباش شوفو حتى القوام كيف يجي ديال الكراميل مع الكريمة مع الكيك ثم نأكد عليكم الطبقة الخرانية او الطبقة الكوكاو لا تدروا واحد الاخر لحظة يعني صوبوا الكيك ديالكم ديروا في الكريمة وخليوا في التلاجأ او الكومجراتور من اللي تبغيوا تقدموه عددوا الطبقة الاخيرة باش هكا الكوكاو تبقى عندكم قرمش وهذا الكيك هو مقطع كيف كتشوفوه يجي اغزال كي يجي بنين بزاف تلك الكيك تبقى الولانية تجي مع الكا الكريمة تجي بنينة والكا غامل مع الكوكاو والقرمشة ديالو تجي اكتر من رائعة غي يجربوه اكيد غدي يعجبكم كانت اقتراحي لكم اليوم كانت من الصراح يكون وضح ومفهم ما تنسونيش لايك او جامل الفيديو شاركوا الوحفة مع الاهل والاطقاء لتعوم الفائدة نقول لكم خليتكم على خير الى اللقاء